محدثكم الدكتور صالح العجيري الباحث الفلكي جئتكم من الماضي قدمت إليكم مستهل القرن العشرين بلغت من الكبر عتية جاوزت الثامنة والتسعين الفلكي الدكتور صالح العجيري أحد أشر شخصيات العربية المهتمة بعلم الفلك أثار تصريحه الخاص بوجود خطأ في سنوات السنة الميلادية تفاعلا كبيرا على كافة المستويات كاميرا راي التغت العمل عجيري للحديث حول هذا الموضوع الذي أشار إلى أن التقويم في السابق كان يؤرخ بحسب الأحداث إلى أن أمر يوليوس قيصر بتوثيقه رسميا وبات يعرف بالسنة الميلادية قبل ألفين سنة كان التاريخ في ذلك الزمان يؤرخون بالحوادث الحروب وغيرها مثل ما نؤرخ حنا سنة الجهراء سنة الطفحة سنة كذا بعدين لما جاء يوليوس قيصر أبطل هذا التوجه وجعل السنة تبتدي من مارس العجيري أكد أن اكتشاف السنوات الناقصة كان معروفا منذ القرن السابع الميلادي إلا أن المؤرخين أبقوه على هذا الوضع لعدد من الاعتبارات بعد سبعمائة سنة جاء أحد المؤرخين والفلكيين وقال حسب السنين العروب والوقاع التي حصلت في ذلك الزمان فاتضح له أنه إنما السنة فيها خطأ أربع سنوات فقالوا هل نصحح الخطأ؟ كان أجمع المؤرخين ولا ما؟ لا نغير لأن إذا غيرناها لازم نغير التواريخ في ميلاد البشر وتواريخ في الكتب والتاريخ لازم نتغير لازم نجد ملايين الأقلام ونصح أحسن شيء نبقي الغلط على ما هو عليه الفلك العم صالح العجاري نوها إلى أن التغييرات في التقويم شمل العديد من التقويمات منها القبطية والهجرية أيضا حتى في زمن عمر عبد الخطاب تغير التقويم في واحد من مراسلين عمر عبد الخطاب في البصرة قال في شعر شعبان فجاء وقال أي شعبان شعبان الحالي والشعبان السنة القادمة فجمع الصحابة وأجمعوا على أنهم يغرروا تقويماً ذات صفة دائمة فقالوا ونمتديه قالوا ونمتديهم محرم لأنه محرم بدأ بعد اصطراف الناس من حجهم قالوا بعدين ما عيسنا بعضهم اقترح من مولد الرسول بعضهم قالوا إن مولد الرسول مو معروف بعضهم قالوا من 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 مولد الرسول من بعثة الرسول قالوا مو معروفة فقال علي بن عبي طالب نؤرخ بالهجرة فقال عمر وحطاب صدق عمر صدق علي نؤرخ بالهجرة لأنها فرقت بين الحق والباطل ويعد التقويم نظام عد زمني لحساب التواريخ والأيام وتنظيمها ومنها التقويم الاجريجوري أو الميلادي والتقويم الهجري والتقويم الروماني والتقويم القبطي والتقويم الفارسي والتقويم الصيني والتقويم الإغريقي حمد النبهان راي موسيقى